تونس كلمة السر التي باتت محل إجماع من قبل الشعوب العربية وأنظمتها الحاكمة على حد سواء فالبلد العربي الصغير الواقع في شمال إفريقيا أصبح بعد نجاح ثورته بإطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أيقونة بحجم الوطن العربي من الخليج إلى المحيط تبشر بأن زمن التغيير السلمي الشعبي للحكومات العربية قد بدأ الإلهام الذي صنعته الثورة التونسية بات محركا لجماهير الشعب العربي الطامحة بالتغيير وقد بدأ ذلك واضحا في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من الدول العربية المنكوبة بالفقر والقمع والفساد الحكومات العربية حاولت التخفيف من تأثيرات الثورة التونسية على أوضاعها الداخلية وراوحت مواقفها بين اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الامتصاص الغضب الشعبي وبين التأكيد على اختلاف الظروف بين تونس وبين غيرها من الدول العربية تونس ليست مصر تصريحات حاولت الحكومة المصرية من خلالها أن تبعد هاجس الإلهام التونسي عن المخيال المصري الشعبي المسكون بالغضب ولكنها لم تفلح في كبح جماح الشباب الذين خرجوا في الخامس والعشرين من يناير فيما أسموه بيوم الغضب للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد يوم الغضب المصري سرعان ما تحول إلى أيام متواصلة من المظاهرات والاحتجاجات ردد فيها المتظاهرون شعارات شبيهة بتلك الشعارات التي رددها التونسيون أثناء انتفاضتهم وحمل لافتات وصورا تستلهم صور الثورة التونسية في محاولة لتكرار السيناريو الذي أدى في نهاية الأمر إلى إنهاء عقدين من الحكم الاستبدادي الثورة التونسية ربما تكون الحدث الأبرز منذ بداية القرن الواحد والعشرين من ناحية تأثيراته وانعكاساته العربية بعد أن أصبح نجاح هذه الثورة شعلة للأمل في قلوب الشعوب وفأل سوء لدى زعماء باتوا يخشون أكثر من أي وقت مضى أن يسجلوا ضمن قائمة الرؤساء المخلوعين